للمرة الأولى في خطوة تثير تركيا أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عزمها إجراء تدريبات عسكرية مع قبرص يأتي هذا الإعلان المفاجئ بعد إنهائها العام الماضي حظراً استمر لعقود يقضي بمنع بيع الأسلحة للجزيرة المتوسطية التي تحتل تركيا ثلثها الشمالي وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال إن وزارته ستقوم للمرة الأولى بتمويل تدريبات عسكرية لقبرص كجزء من تعزيز العلاقات الأمنية التي وصفها بالآخذة في التوسع بهدف فرض الاستقرار في شرق البحر الأبيض المتوسط بعد ساعات من هذا الإعلان صارعت أنقرة بتنديده أبدية مخاوفها من أن هذه التدريبات من أجل إنهاء الحظر المفروض على قبرص سيؤدي إلى احتكاك محتمل ويندرج هذا التعاون ضمن برنامج التعليم وتدريب العسكري الأمريكي الدولي الذي يهدف إلى تدريب ضباط أجانب وتعزيز التعاون بين الدول الصديقة والقوات الأمريكية وكالة الحرة الأمريكية المقربة من الكونغرس قالت إن هذه الخطوة قد تغضب تركيا الحليف للولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي يقول مراقبون أنها بذلك تريد إعادة تركيا إلى حجمها الحقيقي لما سببته من توتر متصاعد من خلال عبثها الإقليمي وقيامها بعمليات تنقيب على الغاز قبالة سواحل الجزيرة المتوسطية والتي وصفها الاتحاد الأوروبي بأنها غير قانونية محمود الشريف لقناة ليبيا الحد